بيصل في اللحظات اللي احنا مع حضراتكم فيها ل ده live طبعا ده بث مباشر على الهواء مباشرة طبعا فوذي لقجع يعني ده رئيس اتحاد الكرة او الجامعة المغربية زي ما بيسموها بيصل لمقر اقامة النادي الاهلي في اللحظات دي طيب نكمل كلامنا على قصة طبعا اللقاءه بالسيد خالد مرتاجي طبعا من صندوق النادي الاهلي طبعا يعني العلاقات المصرية المغربية رغم انه في بعض الاوقات خلينا نتفق لكن الحقيقة يمكن حتى المسؤولين في النادي الاهلي اكدوا ده مرارا وتكرارا انه العلاقات الاخوية اللي بتربطنا بالاشقاء في المغربة يعني كبيرة جدا وممتدة وتاريخ طبعا السيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري اللي كان صاحب موقف الحقيقة اكتر من رائع انه الاستحسان الجميع يعني على هامش على هامش بتقول تعال من انداء لكن الشيء بالشيء يذكر طبعا وطبعا ده تقديرا على مكانة النادي الاهلي والحسن العلاقات اللي بتجمع بين مصر والمغرب عموما والاهلي والانداء المغربية خصوصا قصة الاهلي والوداد طبعا المسؤولين في الاهلي اكدوا انه النادي الوداد ومسؤولي ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد طبعا بقصة نهائي دوري الابطال وتأكيد دائم ومستمر طبعا على حسن العلاقات وطبعا ده اللي بيأكده طبعا زيارة السيد فوزي لقجع لمقر اقامة النادي الاهلي ولقاءه زي ما حضرتكم شايفين واستقبال طبعا المسؤولين في النادي الاهلي ليه في مقر اقامة الفريق نتمنى ان شاء الله باذن الله انه بما انه البطولة بتقام على ارض عربية وانه جماهير اللي هتحضر البطولة جماهير عربية نتمنى ان شاء الله ان المغرب يكون وشها حلو كما تعودنا دائما زي ما كانت مشرفة حقيقة الكرة الافريقية والعربية في مونديال العالم 22 في قطر تقدر تشرف الكرة العربية ايضا وجماهيرها الحقيقة تدعم الفرع العربية المشاركة في البطولة وتكون البطولة دي يعني لأول مرة نتمنى ان شاء الله نتمنى وليه لا من حقينا نتمنى ومن حقينا نحلم واللي شوفنا في كاس العالم للمنتخبات نقدر جدا جدا نشوفه بيتكرر مرة تانية في كاس العالم الاندية